شايفر هو هو بتكلم معنا بيقول ان المنتخبات الموضوع مش موضوع محترفين الموضوع انت ممكن يبقى عندك محليين وعندهم روح يكسبوا البطولة انا وهو بتكلم خدت الكلام على منتخبنا في 2006 وفي 2008 وفي 2010 كنا الاعظم في التشكيل هو محليين يعني العدد المحترفين كان 4 او 5 والناس دلوقتي بتنادي بالمحترفين هل توسيع قاعدة المحترفين حاليا هو الافضل لنا وان الناس تسيب الاندية تسيب اللاعبات تطلع تحترف شوفنا صراح بتكلم بيقول هذا الكلام فيتوريا بيقول هذا الكلام الموضوع ده يمشي بس احنا بقى واللي قابلين قالوا من امتى من زمن بتقال وقلنا يا جماعة مش لازم نزايد على الفلوس بقى اللاعب اللي طلع اللي طلع ده لازم يطلع وانه عنده 16 17 18 او من 18 يعني ده حيفيد منتخب مصر وكل اللي احنا اخلي بالك احصائية بتقول احنا من اقل المنتخبات اللي عندنا محترفين عدد محترفين فعلا ده عيب في تاريخ مصر ليه لان كل نادي متمسك باللعبة بتاعته والاتحاد الكورة ما فتحش المجال او ما اعمال شي والاتحاد الكورة يعمل ايه في امر زي ده يعني هو النادي الوحيد اللي بيطلع بمحترفين بنقول ما اولين اللي بيجيله حد بيمشي وشوفنا صلاح وانين يعني لكن اتحاد الكورة يعمل ايه يلزم الانداز زي انها تطلع العيبة يعمل لايحة اعتقد انه صعب الدولة اللعيبة هيروح فين هحيطة المعين هيفيد مين النادي برضو بالتبعية وهيفيد المنتخب يعني النادي هيفيده ماليا من اعادة بيعه او من احترافه او من نسب مشاركاته وبالتالي لما يحتكب مستويات اعلى هيفيد المنتخب طب احنا نكنع الانداز زي انها تعمل ده واتحاد الكورة مالوش انا مش عايز اقول او مش قادر يعني يبقى فيه اجبار لكن اولا اولا لابد ان احنا نبعد عن السمصر محليين او لوكا يعني كلاء اللعبين خلينا نتكلف الاجانب لان هدول اللي بيعرفوا يجيبوا اندية كويسة وسعر كويس فانت هنا المستفيد من النادي واللاعب ومصر وده اللي احنا كنا بنطالبه من زمان لكن فيه فترة كان عندنا احمد حسن وعندنا ميدو وعندنا ناس كتير بس زي ما انت قلت الفترة بتاعت الكابتن حسن الشحات في التالة بطولات المحلين هم اللي كانوا ليهم كلمة السر الكلمة السر في المنتخبات ويمكن دي جات كده لانه جيل كان الكابتن حسن من اقيم من تحت كان ما اعطاكت الشباب يعني زي ما يتعبوا وشاو ايه بز كان هو جاو غريب خدوا الجيل وسلموا لبعض وبعدين هو كمل بعد كده الاجيال بقى تتناقص في ايه ان انت ما عندكش محترفين حتى لما جي محترفين انت عندك ميلي بيلعب في المحترفين لو عندك مثلا سبعة تمانية ثلاثة اربعة اللي بيلعبوا بس المتخبات الكلها يحمد كلها بلاستثنى الاجانب او المحترفين اللي براه وما اللي بيلعبوا يمكن في بعض الفرق المحلي في قوايم كلها السبعة وعشرين اللي عم محترفين لما يبقى مصر عندها سبعة وعشرين او عندها عشرين او عندها خمستاشر ميلي السفيد منتخب مصر فانا تمنى ان يبقى فيه ساعة من الصدر في ان الناس تودي بأسعار المتفع لها بس مش مغلاء قوي وانديها كويس خليباك دي كمان نقطة كوي مش انا انا حاخد فوس ا بس ايه حوادي مثلا بولندا طب حتى لو يعني الفرضية بتاعت ان احنا نسيب اللاعبات احترف هل عندنا خمس لعبات احترفهم في انديها كويس اه في مين هما لا انا مش متزاكل العين اللي عندك اللي هي اسخل باك يعني هو دايما الكلام مرتبط الكلام مرتبط دايما بزيزو بعبد المنعم بامام عشور راح تجربة ورجع ف ولكن احمد فتوح الكلام مرتبط على برضو ثلاثة اربعة هما مجدين في المتخص توسيع القاعدة هيخديك امل انه با عندك عشرة وخمستاشر من كل الاندية مش لازم زمالك اهلي بس بزبط متى لسه بتقول المقاولين اه وصراح من ايه من المقاولين فتوسيع القاعدة مش عالزمالك والاهلي على من يصلح للاحتراف او اللي هو بتطلب من الاندية لكن الصدام في ايه انا عايز محمد صلاح او احمد عشرة مليون لا انا عايز ميت مليون فانت بتعجزني وده فرصة لان اللاعب يحترف ويرجع يخضي منتخب مصر وانا دي تاني اذا كان مش هيجادل اكيدا فدي لازم نبقى فيها مرونة شوي جدا اه وبدري ان اللاعب بتجبر خلي بقى زمان كنا بنلعب منتخب مصر 16 سنة دلوقتي عمل لك 23 سنة لقلومبي واللي بلعب فريق اول او منتخب مصر بيبقى عنده 25 ستة عشرين يعتبر كبير يعني بالنسبة لبرة واحنا لحد 24 سنة لعب صغير لعب ناشر احنا بنسميه كده اه ده حقيق وده مش صح ام انت بتقول لي خليك قاعد زرار العجوز في مكانه لا لازم يطلع من 18 سنة 19 سنة يعني حالك وانت مدرب كتنصلاح كنت ممكن تلعب باللعب عنده 17 سنة وانطربت فرق عملت ده مثلا اه اه بتطلع لعبه صغيري شوف انا قوما مسكت انا وميده احنا جارنا فير الزمال كلها وكانوا لعبه كويسة جدا بس ايها خطرة وانجحنا في اول شهر قدنا الكاس طلعنا فاتحي وطلعنا كان واحد اسمه عبد المجيد ووباما وناس كتير مع الناس اللي انت محتاجة في الخبرات ساعدوا بعض الاتنين واخدنا الكاس ده مش عال ان انت حتى في كل في كل فترة او كل وقت انت محتاجه تطلع في واحد بس انت تطلع اختيار الوقت الوقت تمام تكون الفرقوا يسعوا عشان يشيلوا كابتن صلاح نورتنا وشرفتنا ربنا خليك احمل شكل جدا وغروق والله يبارك فيك لو يسعيد بوجود حضاك معايا ربنا يكرمك دي كانت حلقتنا النهاردة من كان ابي جان مع الكابتن محمد صلاح نشوفكم من يوم التلاتة الجاي ان شاء الله على الف خير